اشتركوا في القناة هذا الدعاء خصوصاً كيليق بزاف الدراء الصغار يعني مثلاً اللي عندهم تقل في الحفظ يعني ما كيحفظش الأشياء بصورة خصوصاً للقرآن أو تأويل أشياء فهم تأويل الأشياء مثال الدريل كانت عندهم مثلاً 13 عام 14 عام 15 عام أو البنت أو عندهم عشر سنين ما فوق هذا الويرد اللي أنا أعطي لكم إلا أعطيتوا الود نساوك يقولوا سبعات المرات في الصباح ويقولوا ثلاثة المرات في الليل كافية باش أن أو يرفع في الذاكرة أنت أو يرفع في ذاكرة الحفظ ويحفظ كتصلاح لحاجة أخرى الناس اللي كيحلموا وما كيعرفوش التفسير الإحلان كيحلم الحلمة وما كيعرفش يفسروا إلا دار هذا الدعاء الحفظ قالوا سبعات المرات في الصباح وسبعات المرات في الليل قبل النوم ركز معي سبعات المرات قبل النوم أمر لعشاء مباشرة تدير هذا الويرد هذا سبعات المرات إلا بقيت تديره يومياً هذا يتبقى تحلم وتبقى أنت براسك في نفسك تفسر الحلم في الحلم أو أنك تنوض وتنوض بالتفسير أو أنك تنوض بالعقير يعني تعقل على ذلك الشيء كالإنسان لم يعقش تعقل على ذلك الشيء وهذه تعقل وتحفظه مثلاً كتجيك آية قرآنية بعض المرات كيجيوك مشايخ في المانا بكيبغو يعلموك القرآن كيلي ما كيقدش يعقل كيتعلم كيعطيوه آية ما تعطيوك آية تقراها الصورة تقراها ذكر ديره ما كيعقلش عليه فهذه للحفظ والداكيرة رفع في الداكيرة الناس اللي كباروا كيبغو يقرأوا كيبغو يحفظوا القرآن وانتقل في الحفاظة يعني ما كيحفظ بسرعة إلا تبعى هذا الويرد هذا إن شاء الله هذا يحفظ خصوصاً البسمالة يزيد معها البسمالة ذاك العدد ديها 786 والبسمالة هي كتساعد في الحفظ بزاف وزيد عليها هذا الويرد هذا تتبعوا سبعة المرات في الصبح أو سبعة المرات في الليل ودي تشوف فرق بينك أنا كنصحكم اللي عنده الولاد هذا ينقلوا في ورقة ويعطيه الولد والابنته ضروري ضروري هذا يعطيه الولد والابنته يفرضوا عليه يقولوا كل نهار يديروا خامرة في الصبح وخيس بعد المرات في الصبح وخيس بعد المرات مع الضهور مهم في أي وقت يديروا ويركز له عليه يعلقوا بنام يديروا يكتبوا في ورقة وعلى القفة تلاجة انفاس ليه تعالقوا في تلاجة يتنظف في الصبح تقول هذا الولد لأن هذا الولد يرفعه في الذاكرة ويفهمك الحوايج تشوف فيه بزاف الحوايج ليس ذاكرة الحافظ تفسير الأشياء تقدر تفسير الأشياء لأنه فيه آية لتفسير الأشياء الحافظ فيه بزاف الحوايج الناس الذين ينسعوا النسيان يضمر النسيان تبقى تعقل على الأشياء تفهم الأشياء يعني ليس بالضرر أنه تأتيك حلمة ورؤية لا تفهم في السرعة فإذا تبقى تفهم الأشياء المشكلة هو لا نتبعوش يوميا هذا هو المشكلة التي تطرحها على رأسكم لماذا تكتبها فرقوة على لقاف تلاجة على لقاف ماريو لماذا تفعلها يوميا لماذا يزم تفهم في الظرف الثالثة لا ترى شيء تلمس الفرق وتعرف هذا فرق لا يوجد شكل ضرورة كيف تأتي ؟ لا تدرها يوميا في الصغر نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم سنقرأ فلا تنسى سنقرأ إسمع الآية تضرع للناس لكنها يفهم ضرورة بسم الله الرحمن الرحيم سنقرأ فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهره وما يخفى وأن يوسرك للأسرة تقولها ثلاثة المرات هيا قدامكم ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلمان ثلاثة المرات وقلوا ربي زيدني علما ثلاثة المرات وعلمناه من لدنا علما ثلاثة المرات تكررها اللهم اخرني من ظلمات الوهم وكرمني بنور الفهم اللهم افتح لي أبواب الفضل ويسل خزائن رحمتك اللهم ارزقني الفهم النبيين وحفظ المرسالين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سمعت يعني سهلة نعم يطبقها يوميا اكتبها ويطبقها يوميا هاتشي اللي كانت الله في رأسكم ومع السلامة